توجه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية توجه الفائزين بالمراكز الأولى في دور المراكز الشبابية والأندية الوطنية ودور الشركات بدور سموه لكرة قدم الصلاة في نسخته السابعة والذي نظمته وزارة شؤون الشباب والرياضة وذلك في الحفل الختمي لهذه البطولة والذي أقيم مساء اليوم في صالة مدينة خليفة الرياضية بحضور وزير شؤون الشباب والرياضة سعادة السيد أيمال بن توفيق المؤيد وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن القطاع الرياضي الشبابي في المملكة يشهد تطورا ملحوظا وتصاعديا وذلك عطفا على الاهتمام المباشر والدعم من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وقال سموه منذ انطلاقة النسخة الأولى من دور خالد بن حمد لكرة الصلاة حرصنا أن تكون الأهداف الموضوعة للدور متوافقة مع الرؤية الملكية السامية لسيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والرامية إلى زيادة حجم البرامج والأنشطة التي تستقطب الشباب وتنمي مواهبهم الرياضية واكتشافها الأمر الذي يعود بالصورة الإيجابية على الرياضة البحرينية وتحقيقها للمزيد من الإنجازات في العصر الذهبي وأضف سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن ما حققه دوري خالد بن حمد لكرة قدم الصلاة نجاحا كبيرا ووصل إلى النسخة السابعة ويرجع هذا النجاح للاهتمام والمتابعة المباشرة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية والشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة والذي دائما ما يؤكد على تنظيم برامج رياضية شبابية تنفسية قائمة على مبادئ البيئة التنفسية العادلة المفتوحة وتبع سموه إننا حريصون دائما على إطلاق المبادرات الرياضية المختلفة ودعم البرامج التي تساهم في تنمية قدرات الشباب البحريني وترفع من مستوى الرياضة البحرينية فإن المتتبع لمسيرة دوري خالد بن حمد لكرة قدم الصلاة يدرك تماما حجم التطوير الذي مر به الدوري حيث يحظى بمشاركة كبيرة وواسعة من قبل الشباب البحريني فضلا عن اكتشاف مواهب رياضية تساهم في دعم لعبة كرة القدم البحرينية لا سيما كرة قدم الصلاة وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن ما شهده الدوري من مشاركة شبابية واسعة يؤكد أن الدوري أضحى ملتقى مهم وهو ما كنا نسعى إليه من خلال الدوري لتحقيق أهداف رياضية واجتماعية بين الشباب البحريني وقال سموه أن النجاح الكبير الذي رافق فعاليات الدوري منذ انطلاقتها كانت لها أسباب عديدة من أبرزها تمام وزارة الشؤون الشباب والرياضة برئاسة سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وحرصها على إنجاح الدوري بالإضافة اللجنة المنظمة للدوري والكوادر الوطنية التي انضمت للجان العاملة والتي بذلت جهودا مضاعفة لإنجاحه وأخراجه بحلة تنظيمية زاهية وحيا سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة العطاء السخي للاعبي الفرق في دور المراكز الشبابية والأندية الوطنية ودور الشركات طيلة الفترات مشيدا سمو بالمستوى المميز الذي قدمه اللاعبون والذي عكس الصورة الإيجابية على تقديم المستوى الرفيع في المنافسات منوها سمو بالروح الرياضية العالية التي خيمت على منافسات اليوم الختامي من خلال التزامهم باللعب النظيف اختتمت منافسات دوري خالد بن حمد لكرة قدم الصالات في موسمه السابع بإقامة نهائي دور الشركات ودور الأندية والمراكز الشبابية على صالة مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس العلى للشباب والرياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية هذه البطولة التي شهدت مشاركة أكثر من 72 فريق هذه البطولة التي فيها اليوم 1440 لاعب ولاعبة يمثلون كل مناطق ومختلف مناطق مملكة البحرين الحمد لله هذه النسخة كان فيها خمس دوريات بدأنا بدوري الوزارات اللي فاز فيه وزارات الداخلية دوري الجاليات اللي فازت فيه جالية سودانية دوري الفتيات فازوا فريق سوبر سوكر واليوم ختام دوري الشركات فازوا به تمكين وحنا الحين نشهد المباراة الختامية بين مركز شباب سافرة ونادي سار الحمد لله اليوم نفتخر أن هذه البطولة خرجت مجموعة من المواهب على طوال السنوات اللي طافت نفتخر أن هذه البطولة اليوم أفضل بطولة دوري صالات على مستوى مملكة البحرين نفتخر أن هذه اليوم لعبي منتخاب البحرين تم اختيارهم من هذه البطولة منافسات الدوري التي انطلقت في شهر يوليو الماضي اجتملت على خمسة دوريات مختلفة حرصت من خلالها اللجنة المنظمة على إشراك جميع فئات المجتمع فيها حيث توزعت هذه الفئات على دوريات الوزارات والفتيات والجاليات وأخيرا الشركات والأنديات الوطنية والمراكز الشبابية السنة تميزنا الفرق جدا متعاوني السنة غيرنا شوي النظام كان أخراج مغلوب والحمد لله الفرق اللي استحقت الوصول النهائي هي اللي كانت لأجزر وشفناها اليوم والمباراة كانت قوية في الختام وبحضور سمو الشيخ خالب زادها قوة وعطاها أهمية والحمد لله النهائي الأول لليوم الختامي جمع فريق مصرف البحرين المركزي بفريق تمكين وتمكن من خلاله فريق تمكين من التتويج ببطولة دوري شركات بفوزه في المباراة بخمسة أهداف لثلاثة في حين أكمل نادي سار عقد الأبطال بفوزه بدور الأندية الوطنية والمراكز الشبابية على حساب مركز شباب سافرة بهدف دون رد المباراة كانت وايد قوية فريق المصرف المركزي كانوا فريق صراحة ند قوي لنا الحمد لله الشباب مقصروا المدرب عيسى العنوي له كل الشكر مقصر معنا حطنا الخطط والتكتيكات والشباب مقصروا لعبوا بروح قتالية والحمد لله رب العالمين خذيننا الفوز المباراة كانت ندية صراحة طول فترات المباراة كان ندية من الفريقين كان اللعب متكافأ والفرص أيضا بعد كانت متكافأ بس الحمد لله رب العالمين نهاية المباراة لاعبيننا ما قصروا كانوا مركزين أكثر وكانوا في النص الثاني من الملعب مركزين أكثر من الفريق الثاني والحمد لله الله وفقنا وقطعنا الكورة خطفناه وسجلنا القول بعد ذلك تفضل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى واللعبين الحاصلين على الجوائز الفردية بدور سموه للشركات والأنديات الوطنية والمراكز الشبابية لسنة السابعة تواليا يثبت دور خالد بن حمد لكرة قدم الصالات بأنه بات من أهم المواعد الرياضية في المملكة ومن أبرز المبادرات التي ترعى الشباب البحريني وتسهم في تطوير قدراته حمد أبن غفار لتلفزيون البحرين صالة مدينة خليفة الرياضية ترجمة نانسي قنقر